اهلا وسهلا بكم مشاهدين الاعزاء في تقرير جديد من ايكوتي جلوبال ماركتس ومع مطلع تعاملات هذا العام الجديد تعود الاسواق مجددا الى الحيوية ويظهر فيها بشكل كبير يعني انصح التعبير ضعف الدولار الامريكي امام معظم نظرائه في الاسواق ليستمر بذلك تراجع الدولار الامريكي خلال العام الماضي كاملا كان هناك ضعف وتراجع باكثر من 9% لمؤشر الدولار الامريكي الآن يواصل ولكن حدة الانخفاض التي كان يخفض فيها الدولار الامريكي منذ مطلع تعاملات هذا العام اكبر بعض الشيء وذلك يعطي العديد من الاشارات لعله السبب الابرز هو اتجاه معظم البلدان المتقدمة الى تشديد السياسة النقدية وذلك اثر او ثقل عند المستثمرين التوجه نحو الاسواق الاستثماري او الاستثمار في اسواق الاسهم اجمالا بشكل واضح كما نراه حاليا ونرى ايضا اتجاه الاسواق الامريكية لمزيد من الارتفاعات طبعا انخفاض النشاط بعض الشيء خلال العاملات اليوم نتيجة لوجود عطلة الاسواق يعني عطلة مارتن لوثر كينغ وبالتالي تغييب الاسواق الامريكية خلال التعاملات اليوم لكن النقطة الابرز اليورو يواصل الارتفاعات امام الدولار الامريكي ويتجاوز مستوياته الاعلى في ثلاثة اعوام عند مستويات الواحد فاصلة 22.50 وايضا كذلك الذهب يواصل الارتفاعات ليسجل اعلى مستوياته عند الـ 1342 ولا يزال يستمر بالارتفاعات على صعيد اخر الباوند كذلك الامر يواصل الارتفاعات وهو يقترب من مستويات الهدف اللي هي عند الـ 1.39 بالنسبة للزوج جيني سترليني دولار امريكي ماذا ننتظره خلال تعاملات هذا الاسبوع ننتظر مجموعة من البيانات المهمة متمثلة على سبيل المثال بارقام النمو الصينية التي تصدر بيوم الاربعاء ومن المتوقع ان يكون لها تأثير كبير في الاسواق وهي عن الربع الرابع من العام الماضي وكذلك لدينا مجموعة من القراءات متمثلة بالـ CPI Numbers او مؤشر اسعار المستهلكين من كل من بريطانيا والاتحاد الاوروبي وايضا لدينا قرار الفائدة من المركز الكندي الذي من المتوقع بشكل كبير ان يتجه الى رفع اسعار الفائدة كذلك الامر الان ننظر نظرة سريعة على ابرز التحركات في اسواق العملات والمعادن ونتطلع على الاهداف المستقبلية نبتدأ اولا مع الزوج الاول لدينا وهو زوج اليورو دولار امريكي كما ذكرنا هذا الزوج يواصل الارتفاعات بشكل حاد الان هو عند مستويات الـ 1.2270 ويواصل الارتفاعات لعل المستوى المقاومة الاقرب الى هذا الزوج يكمن عند مستويات الـ 1.2330 تقريبا اختراق هذه المستويات الاغلاق فوقها يقودنا الى مزيد من الارتفاعات نحو الـ 1.2460 بينما مستويات الدعم التي يقبع عليها حاليا هذا الزوج او التي يعني يستند اليها هذا الزوج هي عند مستويات الـ 1.22 بالوقت الحالي تقريبا هي 1.22 المستويات الى مستويات الـ 1.2190 هذه العشر نقاط او هذه منطقة العشر نقاط هذه من المتوقع ان تشكل دعم قوي للزوج يورو دولار امريكي يدعمه بمزيد من الارتفاعات في المرحلة القادمة بالنسبة للباوند بعد ان كان قد خرج من القناة الهابطة بالاتجاه السفلي واللي كانت تقريبا مستويات الاختراق هي عند الـ 3560 يواصل الارتفاعات وتمكن من الارتقاء فوق مستويات المقاومة التالية التي هي عند 1.37 الان يغلق بشكل واضح فوق مستويات الـ 1.37 ويتداول عند الـ 1.3777 تقريبا اقرب مستوى للمقاومة بالنسبة للزوج جني سترليني دولار امريكي بعيد نسبيا وهو عند الـ 1.4063 بالتالي الطريق طويل بعض الشيء نحو تلك المستويات لعل اقرب منها بعض الشيء ممكن تكون مستويات الـ 1.39 لكن كمنطقة دخول شراء هي منطقة مناسبة نظرا لوجود مستويات الدعم القريبة الموافقة لـ 1.37 وصولا إلى مستويات الـ 1.3740 والاستنادة على هذه المستويات نحو على المدى المتوسط إلى المدى الطويل تستهدف الـ 39 ومستويات الـ 1.40 تقريبا 65 أخيرا ننظر إلى الذهب الذي يحقق ارتفاعات قوية حقيقة لا يزال التارجت بالنسبة للذهب هو أن يغلق فوق مستويات الـ 1.350 دولار للأنصة وصولا إلى مستويات القمة السابقة التي كانت قد تواجد عندها وهي تقريبا مقاربة لمستويات الـ 1.357 دولار للأنصة وصولنا إلى هذه المستويات هو نهاية رحلة استهداف القمة السابقة من الضروري تأمين الأرباح عند تلك المستويات والاطلاع على إمكانية أن يكون هناك ارتداد أو اختراق بالتالي يعني إجمالا حتى تتضح صورة بشكل أكبر حتى يكون لدينا مواقف دخول جديدة طبعا الاتجاه العام هو اتجاه صعد على الذهب حاليا مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي الأخير الذي تعد يعني هناك العديد من العوامل التي تساعد على ضعف الدولار الأمريكي حقيقة ابتدأت من يعني مؤخرا مع نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد كان الحديث عن المستثمرين الصينيين ونواياهم بتقليص مشتريات السندات الأمريكية طبعا الصين التي تعتبر الدائن الأكبر لولايات المتحدة الأمريكية أي تقليص في شراء السندات الأمريكية سوف يؤثر ذلك على أداء الدولار الأمريكي وهذا تماما ما حدث حتى لو كانت المعلومات أو الأخبار نوعا ما إشاعات وغير مثبتة بعد أن صدرت في بلومبرغ لكن ذلك تأثيره حتى الآن على الأسواق موجود لأن الدولار الأمريكي المنخفض يخدم السياسات المالية لدونالد ترامب هذه هي أبرز النقاط التي أردنا أن نلفت انتباهكم إليها نتمنى لكم التوفيق نراكم في الفيديوهات القادمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر